وكنا شاهدنا المخاوف التي كانت متعلقة بالركود في الولايات المتحدة الأمريكية كيف عصفت بأسواق العالم وكذلك أسواق المنطقة يعني كنا شاهدنا الخسائر والتراجعات الحادة التي كانت على مستوى المؤشرات الخالجية وموجة البيع القوية التي طالت جميع المؤشرات بدون استثناء فعليا بالنسبة لجلسة الخامسة من أغسطس نتحدث عن أربعة في المئة من التراجعات الخسائر السوقية تخطت المئة وخمسين مليار دولار بالنسبة لهذه الجلسة واحدة فقط شاهدنا خارجات قوية كانت بالنسبة لهذه الأسواق وقفنا على خسائر البورصات الخالجية كلنا على حدة نتحدث عن سوق السعودي الذي خسر أكثر من مئة مليار دولار بتراجع خمسة في المئة كذلك كانت لدينا تراجعات في حدود الـ 42 مليار دولار في السوق أبوظبي ودبي 9 مليار دولار فقدها في هذه الجلسة التي كنا شاهدناها في آخر تقريبا ثلاث جلسات تداول بعد المخاوف التي كانت متعلقة بالركود بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية التي كانت ألقت بظلالها بشكل موسع على هذه الأسواق في الكويت كانت لدينا تراجعات بـ 6 مليارات دولار وخسائر في بورصة قطر بملياري دولار يعني كنا شاهدنا ربما ردت فعل الأسواق والتي كانت حالة الهلع التي طالت هذه المؤشرات بفعل هذا التخارج الذي كان مباشر على أسواق الأسهم بالنسبة للمنطقة حتى فيما يخص الخسائر التي أدت لهذه التراجعات على مدار الجلسات القليلة الماضية ولكن أبرز أسباب تفاقم هذه المخاوف ومخاوف الركود في الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى نتحدث عن تقرير بيانات الوظائف لشهر يوليو الذي أشار وأعطى النوع من الإشارات والمخاوف الأكبر نحو بأننا قد نشهد ركود في الاقتصاد تحديدا مع ارتفاع معدل البطالة الذي وصل لأعلى مستوى منذ أواخر العام 2021 في المقابل كان لدينا نشاط تصنيع لشهر يوليو كذلك شهد انخفاض إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر هذه الأرقام التي نوعا ما أربكت الأسواق سواء في الأسواق العالمية وكذلك أسواق المنطقة أبرز الأسباب الأخرى هذه المرة كذلك نتحدث عن رفع الفائدة من قبل بنك اليابان الذي كنا شهدنا حتى أثر الأسواق هناك فكانت ردد فعلها بالشكل موسع من الخسائر الحادة نتحدث عن الاقتراض في اقتصادات ذات أسعار الفائدة منخفضة مثل اليابان لتمويل الاستثمارات ربما هذه الخطوة كانت أحد هذه الأسباب التي أدت لهذه الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية وبالملاف الأكبر كذلك الذي يتم الحديث عنه بالشكل موسع نتحدث عن مصار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي ارتفاع رهانات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر اليوم ترتفع بأكثر من 92 في المئة ولكن هذه المرة التوقعات الأكبر تشير بأننا قد نشهد خفض ب50 نقطة أساس هذه المرة وليست فقط بربع النقطة المئوية أو 25 نقطة أساس ولكن ربما الخفض قد يكون أكبر بالنسبة للاجتماع المقبل من قبل الفدرالي الأمريكي ارتفاع مؤشر الخوف في وولستريت الذي شاهدناه في جلسة الخامس من أغسطس فعليا نتحدث عن أعلى مستوى وصله منذ جائحة كورونا يعني المخاوف التي شاهدناها في السوق والتي سعارتها الأسواق عادت بنا إلى جائحة كورونا والمخاوف التي بدأناها في العام 2020 إذن كنا شاهدنا يعني ربما المخاوف المتعلقة بركود الاقتصاد في أمريكا هو ما أدى بهذه العاصفة في أسواق الخليجة